بالنسبة لإعلان طهران إعلانها رسمياً استعدادها لإرسال قوات لسوريا إذا طلبت دمشق ذلك بالمقابل إسرائيل تتأهب لاستهداف أي إمدادات مرتبطة بإيران ممكن قد تصل لحزب الله فهل سنشهد تطوراً في التوترات ما بين إيران وإسرائيل في هذا الشأن تحديداً؟ نعم هذا متوقع لأنه صحيح منذ أن تغيرت لدارة الأمريكية فازل ترامب في الرئاسة حصلت هدنة تقريباً كان هناك تصعيد كبير بين إيران وإسرائيل عندما ضرب كل واحد منهم الآخر وكل طرف يهدد الطرف الآخر ولكن حصلت هدنة وهذه الهدنة تكرست عندما حصلت هدنة في لبنان أمدها ستون يوماً ولكن المفاجأة التي حصلت هو اشتياح هيئة تحير الشام لأراضي سورية عديدة هذا الأمر أربك الوضع الإيراني ولا يمكن لإيران أن تقف متفرجة حيال مهاجر هي طلبت من الحكومة السورية رسال قوات هي تسميها مستشاري ولكن الحكومة السورية حتى الآن لم تطلب رسال قوات ولكن إيران تبقى يعني باعتبار لديها مصالح استراتيجية هناك لا يمكنها أن تتغاضى عن ما يجري في سوريا بصرف النظر فيما إذا كان هناك تهديد لها من قبل إسرائيل أو لا هذا موضوع مختلف ولكن كما قلت لك بسبب الوضع الذي حصل في المنطقة أربك كل قواعد اللعبة وغير قواعد الاشتباك ولذلك لكل أمور محتملة ممكن أن يحصل احتدام بين إيران وإسرائيل إذا ما إيران اخذت مواقف أكثر حدية حيال الأزمة السورية كأن ترسل قوات مثلا أو شيء من هذا القبيل ترجمة نانسي قنقر